طب حقول لحراكم حاجة طب لو كان وضعينا في الغاز وما استثمرناش وكان الوضع زي ما هو وجدت أزمة روسيا وأوكرانيا كان إيه اللي حيحصل كنا حنستورد غير البترول غاز طب هو أسعار الغاز عزادت قد إيه حراكم متابعين طب كيف سيكون حل مصري في هذا الوقت كنا حنجيب منين عملة صعبة عشان نقدر نعمل هذا الكلام طب بلاش الكهرباء والغاز مشروعات المية والصرف الصحي ومعالجة هذه المحطات وإعادة استخدام المية المعالجة عشان نستفيد بكل نقطة مية النهاردة إحنا محتاجينها قطعة الاتصالات اللي عملنا فيه طفرة كبيرة جدا والنهاردة مصر ويمكن كان يعني معالي وزيرة الاتصالات لسه بيعرض قدام فخامة الرئيس إن مصر النهاردة أصبحت رقم واحد أفريقيا في خدمة الإنترنت مننا كنا في الآخر خلص متأخرين بعض الناس يقولك طب الإنترنت آه الإنترنت بقى النهاردة إحنا في العالم بقى عايش كله ولولة أزمة كورونا خلينا نفتكر أزمة كورونا بقى العالم كله بيتعامل بين خلال المنظومة الإفتراضية طب أنا لما كنتش حسنت شبكاتي برضو كيف كان سيكون حال مصر تطوير المناطق الغير أمنة والعشوائية اللي رفعنا بيها وحضرككم كل المصريين عارفين مئات الألاف من الأسر كانوا عايشين في مستوى عامل إزاي ترجمة نانسي قنقر